أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واجعلوا بينكم وبين عذابي يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله ولا يؤخذوا فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا ولا ناصر لهم في ذلك اليوم فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أدباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم إمعانا في إذذالكم وإهانتكم وفي إن جائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى أربعين ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العدل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نآخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا والتوبة على هذا النحو خير لكم من التماد في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحابة يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيبا لح يجبه السماني وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب